إلا قلت ليك واش أنت مسلم وإلا سولتك واش راك مرتاح واش قتصلي صلاتك واش قتصلي فالوقت غادي تقول أشهد الأسئلة معلوم حنا في بلاد المسلمين وكنا قتصلي في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحضروا على واحد الموضوع اللي مبرزت بزاف دي الشابب اللي هو الصلاة أي شاب مسلم سولتي على الصلاة غادي يقول لك بللي الصلاة هي عماد الدين وأول حاجة سيسأل عليها أمام الله عز وجل هي الصلاة ولكن واش هو كيصلي واش تيلة كان كيصلي واش كيصلي في الوقت واش تيلة كان كيصلي في الوقت واش محافظة على صلاة الفجر أكيد الأغلبية الصاحقة ما موضباش وهذا الشي اللي خلاني نهضر اليوم بالخصوص على واحد الكتاب اللي زوين بزال اللي هو كتاب فاتتني صلاة هاد الكتاب من أجمل مشي غير من أجمل من أروع الكتب اللي هضر فيهم الكاتب إسلام جامل على الصلاة حيث هضر بواحد طريقة زوينة بزاف تخلي أي واحد بداه يبغي يكمله وإلى يكمله معمره غادي يغفل على الصلاة رياله أول حاجة في هاد الكتاب قبل ما يهضر لينا الكاتب على الصلاة اللي حط لينا واحد نقطة للأغلبية غافل عليها وهي معرفة الله عز وجل حيث إلا عرفنا الله حق المعرفة وعرفنا الرحمة دياله عز وجل ما كدناش نقدر نخلي وصلتنا وواحد النقطة وهي حصن الظن بالله وحده كما قال عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظلنا بي ما يشاء إذن إلا كان عندنا حصن الظن بالله الله كينزل علينا واحد طمأنينة واحد السكينة واحد الراحة لما تيلالها في هاد الكتاب الكاتب كيقسم الناس اللي لزوج الأجزاء علاش بعض الناس محافظين على الصلاة ديالهم والأغلبية اللي ومن بين هاد الناس اللي غافلين على الصلاة ديالهم وهو الكاتب نفسه كان ديما كيسمعوا واحد العجوز الشيخ كيدوز بواحد لعصا دياله قريبا تكون في عمروديك تمانين سنة خمسة وثمانين سنة كانت يسمعوا هو غادية للمسجد والكاتب كان ديما كيلقى الأعضار باش يقنعرسوا حتى كتفوتوا الصلاة وديما كيحطها التساؤل علاش هاد الشيخ وخا عجوز وغادية مسكين عيل العصا دياله ديما كييمشي كيصلي شنو السبب ليمخليه محافظ على الصلاة دياله ولاحظ واحد الملاحظة بين الناس الناجحين في الحياة والناس الناجحين في المحافظة على الصلاة انهم كيتشبوف بالزاف ديال الحويش نشوفوا دابا واحد القادية اللي عند قاع نسليها من الصلاة ديالهم وهي كلمة شينهار هاد الكلمة هي اللي عايشين فيها الأغلبية ديال المسلمين اللي ما كيسليوش حيث عايشين وسط هاد الجملة هوا مقتنعين باللي شينهار غادي يتغيروا والأفضل أن الشينهار غادي يكونوا مواضبين على الصلاة ديالهم وكييحطوا الأعضار غالطة اللي ما عنده حتى فائدة ومن الأفضل أننا نخرجوا من هاد الدوامة لواحد الطريقة اللي غال يتعاوننا على المحافظة على الصلاة من خلال محادثات الكاتب مع البعض اللي محافظين على الصلاة تلقى أنهم كيعرفوا الله حق المعرفة كما كينصح الكاتب باتخاذ واحد طريقة باش نتعلقوا بالله عز وجل ونعرفوه وهو أننا نبقى ونسمعوا الشيحد كيهضار علينا على الله عز وجل أو نسمعوا قصص الأنبياء أو نختاروا بعض الدعاات المفضلين نحاولون نديروا الشيح واجز وينا نحاولون نتقربوا من الله عز وجل بشيح واجز اللي ممكن تفيدنا مثلا نديروا الشيء أجر وخاكي باني نحنا صغير ولكن مثلا نعاونوا شيحد نتقربوا مننا من الناس يعني هاتشي كامل غادي يخلينا أننا نتقربوا من الله عز وجل وقد تقوى واحد الروح عدنا الداخل وقد تبعد علينا وسوسط الشيطان ومن بين الصيفات للناس اللي محافظين على الصلاة ديالهم مش عندهم قوى خارقة أو ظروف استثنائية بالحكس أنهم طوروا واحد الصيفة حتى ولت عادة أنهم طوروا الصيفة لأنهم كيصليوا حتى ولت عندهم عادة أنهم يصليوا وكانوا كيضبطوا النفس ديالهم كما كيطيحوش في ديك الدوامة ديال أنه كيشاور عقله لحقاش إلا وكانت نشاوره في عقلنا أكيد ما غادش نديروا الحاجة كتكون عندنا الحافز أن هاد الوقيت اللي غادي نصلي فيها مثلا راه غادي تسالي يعني واحد ضرف واحد جوز دقائق ثلاثة دقائق يختار خمسة دقائق يعني راه أكيد غادي تسالي كما كيدكر الكاتب أن الأفكار اللي كتدور في الداخل ديال عقلنا راه هو اللي كيسير حياتنا يعني خاصنا نتفادى وهدوك الأفكار السلبية يعني ذوك الأفكار اللي كتسيطر على العقل خاصة تكون إيجابية خاصة نحسنوا منها ونحميوا العقول ديالنا من ذوك الأفكار السلبية ونبدلوها بأفكار إيجابية يعني في عوض ما غا نفكر مثلا نفوح الهجل وشآنا عن نوت مثلا غا نصلي كيل برد كين هذا كين هذا يعني خاصنا نحاول ما أمكن نقول لا غالي النوت نصلي غالي نكون أكتيف غالي نتحرك يعني ديالنا نبدل الأفكار السلبية بالأفكار الإيجابية وهذا الأفكار خاصنا نديروها مع الصالح ماشي ضد الصالح وباش نحسوا واحد طمأنينة والساكينة من وراء كل صالح خاصنا نصلي وبخشوع يعني نطوله في الوقوف نطوله في الركوع نطوله في السجود كيف ما كيتساء الكاتيب وكيقول إلا جربتي تهدر مع شي واحد بالطريقة باش حنا كنقرأ الفاتحة في الصالح ديالنا وواش غادي يفهمك أكيد لا ما يفهمكش وهكا حتى مع الصالح راه الواحد فاش كيكون كيصلي راه كيهدر مع الله عز وجل والله كي تجاوب معاه إذن خاصنا نصلي وصالات كتليق بالله عز وجل الملك المولوك يعني فاش نصلي ونعطوه لكل حرف حقه صالات على حقها وطريقها ندرسوا دابالي أول خطوة باش نبدلو قروسنا هي أول حاجة وأول حاجة وأهم حاجة هو الفيق بكري يعني باش نحافظه على الصالح خاصنا نبدوها من الصبح واش غا نحافظه على صالح الفجر بعدها هدي اللولة كيف ما قال الكاتب كيفين براي إذا أردت أن تعيش حياة مختلفة عن تلك التي تعيشوها فعليك أن تفعل أشياء مختلفة عن تلك التي تفعلوها وهذا الشيء أكيد مذكور في القرآن في قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقومين حتى يغير ما بأنفسهم أول حاجة إلا بغينا نفيقه باش نصلى ونفجر خاصنا نعسوا بكري كيفاش غاد نحطو النفس الضعيفة قدام مشكل ونحطوها تجاهد واتفيق في الخمسة أو في الربعات الصباح كي تصلي ونحن ملأسنا حتى لوحدة الليل هنا كنخلي والشيطان كيلقى لنا أعذار ما هي الحاجة المهمة اللي خاصتنا نقضيوها من وراء العشرة مع العلم ممكن نقضيوها في الصباح ومنها نبدو نهارنا بصالة ديال الفجر حيث عدنا مع العلم أننا إلا فقنا في الصباح ووصلنا للفجر ديالنا غادي يكون عدنا بزاف ديال الوقت واحد الوقت كافي لنقدرون نقضيو فيه بزاف ديال الحويج اللي ما كناش نقلقوا ليهم الوقت ومنهم أننا نقدرون نقرأوا القرآن نحفظوا صور نحطوا خطط باش نكملوا مثلا نقرأي ديالنا دكتورة ديالنا نديروا بروجي خاص بنا نفكروا في أفكار نقدروا نقرأوا شي حاجة كم بزاف ما يدير وأكيد ربي غادي يبارك لنا في ذاك الشي اللي غادي نديره كيف ما قال رسول عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بكرها يعني ماحد ما كان في قبكري ماحد أن الوقت كي يكون فيه بركة وهكا غادي نكون احنا من بين الناس المتميزين اللي كيفيقوا قبل الكوكب كامل وكيقضيوا بزاف ديال الشغال والناس الأخرين نعسين وهكا غادي نكونوا أصافي فضينا الأمر ديال لأننا غادي نفقوا بكري باش نسليوا باش نسليوا الفجر وندوزوا للأمر آخر وهو كيفاش نحافظوا على الصلاوات الخامس الكاسب أعطانا واحد البروغرام اللي ينفعنا بزاف وإلا مشينا عليه غادي نحافظوا على الصلاوات الجنة وأكيد غا يكون فيه جازاء وهو بيت في الجنة وهذا البروغرام هو صلاة الضحة صلاة الضحة هي عبارة عن 12 ركعة باش نسليوها وناخدوا الجازاء ديرنا اللي هو بيت في الجنة ما يمكنش غا نصليوها في دقة واحدة حتيش غا تجينا اكيد غا تجينا كثيرة إنفوها تسمع 12 ركعة ها تجينا كثيرة الكاسيب أعطانا بروغرام هو أننا غا نقسموها 12 ركعة على منها كامل وبهذا غا نحسو بها باللي راها مزيانة في حالش غا نصليو جوج ركعاس قبل أو لا بعد الفجر جوج ركعاس قبل الظهر أربعات ركعاس بعد الظهر جوج ركعاس بعد المغرب وجوج ركعاس بعد العشاء وهكا اللي جميل ديالها هو 12 ركع ونكونو من الناس اللي حافظنا على الصالات ديالنا وفي نفس الوقت صلينا النوافر وفي نفس الوقت صلينا هاد الصالات اللي أصلا من أشياء الجميلة ونكونو ننديمة في النهار ديالنا فاش نبقوا نقضيو مثلا شيء أغراض نحطوها بين الصلاوات مثلا عندي غرض مرة الفجار عندي غرض مثلا قبل الظهر عندي مثلا موعد غنحطو مثلا مرة العصر يعني ديما البروغرام ديالنا غنحطوه بالساعة غنحطوه بأوقات ديال الصالة وبهذا غنكونو ديما احنا متفكرين الصالة ديالنا يعني فاش غنحط مثلا واحد الموعد راه مثلا قبل الظهر فاش غنحطوه بأوقات ديال يعني كاش بقى مترس خالية في دماغ ديالي أنني عندي صالات في هاداك الوقت وأكيد ديلا تبقنا هاد الشيء غادي نتقربو من الله عز واجل غادي نوليو في كل صالات غننركزو معاها غادي نصلي كل صالات ديالنا في الوقت ديالها ما غاليش يكون لدينا دوق الصالوات المتراكمين اللي كان نقاو غير نزرب زرب 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 باش نكمل بحالة كن غنمشي غنحيد عليها مثلا المغرب هك كنت نسميوها حنا يا غامشي نحيد عليها المغرب غنحيد عليها العاصر غنحيد يعني كنت نحسوا بحال لا هاداك الصالات راشي حاجة تقيل علينا لحقاش فات لوقت ديالها او لا دركتها مثلا صالات وحدة اخرى هكا غادي نكونوا احنا كنتقربوا من الله عز واجل وغادي نحبوه اكيد وإلا الله وإلا احنا تقربنا من الله عز واجل اكيد ربي غادي تقرب لنا وغادي يحبنا وهادك هي الراحة والساكينة والطمأنينة اللي كيقلب عليها كل واحد الحاجة اللي خاصنا فكل صالات هي انها عرفو انها موعد مع الحبيب موعد ملك المولوك حالفanya نكونوا مثلا بعدنا واحد الموعد مع شي حبيب كان نكونوا فرحاني انا كلا ان counties نتلاقوها او ننا نحضروا معاه اننا ناقلسوا معاه وهكذا هي الصالات رايها موعد مع الحبيب موعد مع ملك المولوك موعد مع الله عز واجل اذا خاصنا نكونوا فرحاني اننا اننا غاد نصولي ويكونوا مشتاقين ليديك الصالات وإنفوه كنسبع الآذن كنكون مستعدين وعده وحد الطاقة باش غا تنود وتوضى وتصلي يعني كتكون واحد النفسية ديما مشتغل الصلاة ونانا نتقربه من الله عز وجل صراحة هاد الكتاب واخنه بغي ندير الف تلخيص وطلخيص مقدرش نعطيه حقه في كل كلمة لحقاش كل كلمة قال هالكاتب فهي مهمة أنا كننصح أي واحد توفر العدو هاد الكتاب أنه ويقرأ واللي ما توفرش راه أكيد كينا في الانترنت كينا على شكل البيد ايف يعني يقدر أي واحد يتلاش هارجيه ويقرأ ويتمع عن فيه صراحة لحقاش غالي يبدل فيكم بزاف جيل حويش اللي نفعتني أنا شخصيا أنني قليت مواضبة على الصلاة ديالي غيرت لي بزاف ديال الأفكار في فراسي قدرت نديرش حال من حاجة فهذاك الفيق بكري اللي عاوني اللي أنا كنت من الناس اللي ما كان قدرش قاع عن الفيق بكري عاوني بزاف صراحة وهكا غني نكون وصلنا لنهاية ديال فيديو ديال هاد النهار متنساوش تديروا أونيلا الشيان نضغطوا على الزر الجرس باش يوصل لكم ديما الجديد ديالي كانت معكم ساميرا من قناة ويت ساميرا للتغيير نحو الأفضل والسلام